رحلت ديسلان الفرنسي لسرقة الكتب الجزائرية في بداية الاستعمال الفرنسي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات وأثناء نفس الرحلة تحدث ديسلان عن مرتبة باش تارزي بالسنتينة وغيرها من المرتبات فطال عن مرتبة باش تارزي إنها أطل همية من مرتبة الفتون ولكنها كانت تضم أرصا من خمسمائة مخطوط أغلبها تمطال في الفقه والدين وضطر أنه وجد فيها التتابين نادرين هما معاف إم تاتيبة وشرح ابن ابتاتة على إم زيدون وطال إنه لم يكن يعرف أن منها نسختين لأنها في نظره من التتب النادرة وطال إن في جرسنتينة مرتبتين آخرين خاصتين ولكنه لم يمسسهما ولاحظ أنهما أيضا تحتويان على التتب الدينية في الغالب أما عن خارج جرسنتينة فقد ذكر أن الناس قد أخبره أن في البادية مرتبات تحتوي طلمنها على أرثا من خمسمائة كتاب ولكنه أبدأ حولها نفس المراحظة أي أنها تتب دينية وأخبر ديسلان أنه أبدأ من تدود قد حضره وهو في الغالب وأخبره أن في تدود تتب غزيرة وأنه يمكن الإطلاع عليها ورغم أنه لم يذهب إلى هناك فإنه لاحظ أن محتوى لا يخرج في نظره عن الدين وفي ذلك دليل على أن علماء الاستشراق الفرنسيين قد وجدوا في الجزائر ميدانا خصبا لهم وأنهم كانوا ينسقون جهودهم مع جهود المستشريقين الأوروبيين للاستفادة من مرتبات الشرق وأفكاره وقد كانت الجزائر من أولى البلدان الإسلامية التي وصيبت بالاستعمال اقتصادي والفتري فنهبت مرتباتها وبحثرة راثة العرب الإسلامي وفي سنة 1836 ميلادي تتبع دريان بيبورجو إلى صديقه وأستاذه شامبوليون فيجار يخبر عن مغامراته في تلمسان ومعستر لجمع المخطوطات العربية فقال إنه تنطر في زي عستري ورافق الحملة إلى معستر لأنه تتسامع أن في تلمسان ومعستر مرتبات تحتوي على مخطوطات كثيرة جدا بعضها عظيم الأهمية كما أخبره أنه تتجم عددا كبيرا من المخطوطات الشرقية من معستر وعاد بها إلى مدينة الجزائر في صندوق حمله على ظهر جمل وفي الطريق مات له الجمل وضاعت الكتب ولم يحمل منها إلا ما رأاه نادرا جدا واستطاع حمله على حصانه ويظهر أن إحدى المرتبتين الخاصتين هي مرتبة القاضي الحنف محمد العربي بن عيسى التي استولى عليها الفرنسيون أيضا عند دخولهم عنوى لمنزله أما الأخرى فلا ندري ما هي لكن يلاحظ أن هناك ابن عيسى الذي كان الساعد الأيمن للباي الحاج أحمد فلعل المرصود هنا مرتبة لأخوين ابن عيسى القاضي والسياسي معا أما حظه في تلمسان فقد كان أحسن حسب تعبيره فقد جمع منها ومن ضواحيها أرطا من مئتين مخطوط في مختلف الموضوعات تمت أن حسن الحظ أيضا في حملها إلى مدينة الجزائر إذ استطاع نقلها في سفينة بخارية من وهران ولكنه لم يفتر كيف نقلها من تلمسان إلى وهران وتنظتان أن حرطة التيتاب قد ازدهرت في معسطر أيام محمد الكبير أما في تلمسان فقد كانت مارتس كوتوب منذ عهد الزيانيين وخلال القرن الحادي عشر تحدث بعضهم عن وجود مرتبة عمومية بها تم سبق تقع في وسط المدينة وتانت تجمعت من مختلف نواحي البلاد بأم من أحد الأمراء ووضعت ليستفيد منها الطلب والعلماء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد